بصوا يا جماعة الجن ده احتل مكانة كبيرة قوي عندنا وده يعني ما يصحش يعني ولما نيجي نتكلم عن الجن نتكلم عنه قال الله وقال الرسول يعني اكتر من كده ما نعرفش لانه الجن يعني ايه جن؟ يعني جن يعني ايه جن؟ يعني غاب انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم احنا ما بنشوفهمش وربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم طب وبعدين القرآن هو اللي كلمنا عن الجن قال لنا ايه الجن ده بقى ونزل صورة في القرآن اسمها صورة الجن مسألة بقى ان احنا نتوسع في هذه المسألة مش من حقنا يعني في الامور الغيبية احنا بنقول اللي النبي قاله لنا بنحكي اللي القرآن حكى هلنا لا مجال للعقل في الامور الغيبية الحاجة اللي ما شفتهاش ولم ادركها بحواسي ها حكي عنها ازاي طيب طب تعالوا نشوف القرآن حكى ايه عن الجن قال عرفنا ان هو بيشوفنا واحنا بنشوفوش طيب اتنين وانا منا المسلمون ومنا القاسطون يبقى في الجن برضو مكلف في اللي مسلم وفي اللي غير كده وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك يعني فيه الجن الصالح وفي الجن الطالح والجن مكلف يعني ايه مكلف يعني مأمور زينا بانه يصلي ويعبد ربنا ويقرأ القرآن وهكذا لانه النبي ارسله الى الثقلين الانس والجن في صورة النمل هاديكم مشهد واحد بسيط خالص تقدر تعرف به هل انت اقوى ولا الجن اقوى وعشان السؤال برضو يعني هل هم بيقزوا طب انا هسألك سؤال الدودة بتقزي الحشرة بتقزي النموسة بتقزي الفيروس زي كوفيد ناينتين ده الفيروس كورونا ده بيقزي بتقولي اه لو انا مش اخد بالي من نفسي ممكن يقزي الانسان بيقزي واحد صاحبك ممكن يقزيك اوه ده احنا ده 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 شياطين الانس اتقدمت على شياطين الجن وتفوقت عليهم بس عشان بس ما ناخدش الجن في الرجلين عشان ما نظلموش يعني عشان ربنا حرم الظلم فالجن بيقزي زي اي حاجة بتقزي يعني قال لو والله انت مؤمن نفسك مش هتتقزى بس انا لسه برضو ما استراكش ايه قوة الجن يعني في صورة النمس سيدنا سليمان طلب عرش بالقيس سيدنا سليمان كان فين يا حضرات كان في القدس وعرش بالقيس كان فين يا حضرات كان في اليمن فسيدنا سليمان طلب عرش بالقيس يجيلوا من اليمن للقدس يعني اللي هيروح ويرجع حوالي 4000 كيلو مثلا تقريبا فالسيدنا سليمان بيقول ايه بيقول للجنود بتاعته بقى ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين مين يجب لي عرشها من اليمن للقدس قال عفريت من الجن اهو طلع اهو عفريت اهو عفريت مش عفريت قال عفريت من الجن انا ااتيك بيه قبل ان تقوم من مقامك بيقول له حاجبولك في ست ساعات تقوم من مقامك لانه سيدنا سليمان كان بيجلس من زوال الشمس عن كبد السماء يعني وقت الظهر يعني لحد غروب الشمس للفصل ما بين الرعاية يعني تقريبا قاعد ست ساعات فالجن بيقول له انا هجيب لك عرش بالقيس من اليمن لحد القدس هنا قبل ان تقوم من مقامك قبل ما الجلسة تخلص هجيبولك تقريبا في ست ساعات شوفوا اللي جاي بقى قال الذي عنده علم من الكتاب انا ااتيك به قبل ان يرتد اليك ترفق انا هجيبولك اتغمد فتح انك تريد قدامك فلما رأاه مستقرا عنده جلو العرش فعلا قال هذا من فضل ربي يبقى مين اللي كسب العلم ولا الجن الذي عنده علم فلما تتعلم ولما تقرأ قرآن ولما تحافظ على الاذكار بتاعتك لا تقول لي جن ولا ما جنش بقى خلاص الموضوع انتهى ابليس ابليس شخصيا ابليس اللي هو يعني البص لا مش بس مش البص البيك بص بتاعهم ابليس ده لما بتقول انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجري منك فجمد قلبك هتيجي تقول لي شوية الهوى ممكن يأذوك لو انت بشغل المروحة ونمت تحت المروحة ولا قدام المروحة وكان جسمك يعني اخرج عرق وكده ممكن تتعب يعني مسألة هم بيأذوك تم الدودة بتأذي هل معنى الدبانة هل معنى الدبانة بتأذي او بتضيقني انها اقوى مني تم ترش رش المبيد الحشري ده خلاص موضوع انتهى النملة ما هو ممكن تأذيك طب اعمل ايه اتجنبها اأمن نفسي من النملة والحشرات والسرسير والبعوض سهلة جدا الفيروس كورونا مش بيأذي اه طب امن نفسك يا سيدي البس الماسك واخسل ايديك كل شوية وعليك بالاجراءات الاحترازية والتباعد بسألة بسيطة يعني قس على ذلك مش بقولك بس الجن الانس الانس ما هو الناس بتأذي واحد يعرف معلوم عنك ما تديش معلومات لحد ما تأمنش الله يقول يا ايوة الذين امنوا خذوا حذركم ما تزعلوش مني يا جماعة خذوا دي قاعدة من اخوكو تعامل مع كل الناس كل الناس تعامل معهم بحب ولطف وبنية صافية واصنع المعروفة في اهلي وفي غير اهلي بس ما تبقاش كتاب مفتوح لطوب الارض كل الناس عارفة انت جاي منين ورايح فين وكل الناس عارفة انت مسافر امتى وكل الناس عارفة انت كنت في البنكة هو الامبارع وكل الناس عارفة ليه خلي حكتك معاك انت شوف ازاي اده امر مهم جدا ناخد بالنا من